ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاردة تاسع مرة لنا في المودلينج بتاع 3ds Max هناخد أول حاجة طول عندنا جديدة خالص برا الاتهب البولي اللي احنا كنا ابتدانين مرة اللي فاتت لو كان عندنا تي بوت مثلا موجود كده طبعا بختار شكل التيبوت بس عشان هو ليه بروفايل بشكل مميز يعني كان عندنا تول في المين تول بور اسمها ميرور فين ميرور؟ اهتيها هنا اهي جنب ألاين ما كنت اشرحتها بس هبل كده علشان كنت بعمل ميرور من جوه الابجيكت نفسها زي مثلا في الميرور كنا بنشتغل من الابجيكت نفسها انما دلوقتي لو انا عندي اي كان الابجيكت اسمه اي او شكله اي بقدر اختار الابجيكت ده وبروح اقول له ميرور من هنا تمام؟ فلما عملته ميرور لف البروت ده الناحية التانية طيب انا قدر اعمل ميرور على ال اكس او على ال واي او على ال زد بعمل ميرور للشكل تمام؟ طيب فعالة كده نروح ندوس اوكي فدلوقتي الشكل هو لف معي تقريبا 180 درجة او حصل له ميرور في مشكلة؟ تمام طيب تعالوا نروح نعمل شكل تاني برضو نجرب الميرور تاني مثلا نحط تكست نريد ان اميرور اذهب في التجارات اميرور ونزوده خبصة مثلا بالطريقة دي هاروح اقول له ميرور فلما عملت ميرور الشكل اتقلب نحط تاني على ال اكس لو انا كنت تريده على ال واي بعمله على ال واي لو على الزد بعمله على الزد طيب فيه option ليا ان انا اعمله مرر على ال x y مرة واحدة او على ال y z او على ال z x اكسيز مع بعض طيب هتلاوه تحتيها في حاجة اسمها offset كل ما تسحب ال offset دي ليه بيبعد شوية الشكل طبعا ان الوقت عشان ما اختار z x بس طبعا اختار x كده y طب z وكده بيبعد الشكل بالoffset ده او بالمسافة ديت عن المكان القصلي اللي هو كان هنا الوقت او انا اعمل على زد هو طليع لفوق طب لو عملت على ال y هتلاقيه راح نحيط ال y وعمل mirror لو دست على ال x هتلاقيه راح نحيط ال x وعمل mirror طيب فيه option عندي ان انا اقول له no clone مش عايز copy او عايز copy من الشكل ما يكونش ما يكونش نفس الشكل عايز copy او عايز instance او عايز reference الشكل ده تقيل شوية خلص نهر الشكل نرجع تاني اللي بدي لبط كده وهروح اقول له mirror تمام فانا ممكن دلوقتي اعمل offset ابعده شوية كده بال offset وايه اعمل ان هو copy ابعد تاني شوية بال offset مثلا كده فهتلاقي عندك copy وعندك instance وعندك reference طبعا فاهمين الفرق ما بين التالت طيب انا مسلا اخليه copy ومسلا هعمل على y فتلاقيه راح على y شوية وقدر اروح اعمل على LZ يطلعه لي فوق بالشكل ده في مشكلة في كده سهل جدا نوردر mirror ما فيوش اي حاجه صعب وندوس اوكي نفس الكلام لو عندي التيبوت ده وعايز اعمله mirror فاكنا بتفعل انا ممكن اروح ادوس على الايكون بتاعة mirror من هنا عندي option تاني انا اعمله mirror ان انا اروح على modify وافتح الموديفاير list واقول modifier mirror فده برضو modifier اسمه mirror طيب ايه الفرق بين mirror دي و mirror بتاعة الايكون اللي فوق اقولك ان mirror دي لما بتحطه كموديفاير تقدر تشيلها وترجعها تاني وفي نفس الوقت تقدر تمسك الميرور دي تدوس على السهل اللي جنبيها وتمسك ايه؟ الميرور center وتعمل موف للميرور center ده تجيبه يمين تجيبه شمال وهكذا طب انا لما جيبته يمين شايفين المرايا دي؟ المرايا دي مفروض مسكة التيبوت ده من هنا وقلبته الناحية التانية عليها صح؟ طيب لو انت دست على copy من هنا فانا بقوله دلوقتي ان ما تاخدش التيبوت ده وتقليبه الناحية التانية لأ خد copy منه بالزبط، بلاد هذا الميرور دي كل ما بعيدها ايه اللي بيحصل؟ بياخد المسافة ما بين الميرور والتيبوت الاصلي يحققها على الناحية التانية طيب ال الميرور دي لو انا رحت عملت لها rotate كده فا ما الذي يحصل؟ بياخد التيبوت ده يوقعها على المرايا ويقلبه الناحية التانية اكنه بالزبط واقف في المرايا وابصص على نفسه طب لو انا عملت له كده رحت سكتها كده. رحت اطلقت فوق بالطريقة دي. وانا دلوقتي اميل كده. طب لف تاني. مثلا كده. فدلوقتي بقدر اتحكم في المراية نفسها اللي بتعكس الشكل. في مشكلة. فشوية الميرور هنا اضق شوية من الميرور اللي في الايكون الفوق. بس مش يفرق معي. يعني مهم ان انا بحقق اللي انا عايزه وخلاص. ويعني في معظم الاوقات الميرور اوبشن من هنا بيغطي الحياج يعني. طيب بعد كده هنروح ناخد حاجة اسمها compound objects اللي هي الاشكال المركبة. طيب تعالوا نتخيل كده انا عندي بوكس بالشكل ده. مثلا وعندي سيلندر. برضو بالشكل ده. وتعالوا نروح نغير. الموديفاي. الكلر بتاعة السيلندر. مثلا خليها لون تاني. مثلا كده. وامسك السيلندر دي اجيبها شوية كده. وبعد كده هقوم اشيل منها. وبعد كده هلفها 90 ديجري على ال. باجي هنا اكتب 90 ديجري. وهجيبها بالموف لجوة شوية. هاخترك الشكل ده. وهطلع لفوق شوية بالطريقة دي. ممكن حتى اكبر الراديوس بتاعها شوية كده. تمام. طيب اللي انا عايز اعمله دلوقتي. انه انا عايز. عايز اخلي. البوكس ده. يتشال منه الجزء بتاع السيلندر دي. يعني انا عايز احفر. في البوكس ده. مكان السيلندر. طيب. كنا بنعمل ده بحاجة اسمها compound object. ايه compound object دي ايه? كلمة compound object دي بليها فين? create. بدل standard primitives. وبدل extended primitives. هنخش على compound objects. فلما اقول كلمة compound objects معناها انها بتتكون من كذا object. فادوس compound objects. طيب. اللي انا هشتغل بي دلوقتي حاجة اسمها pro boolean. pro boolean. هدوس pro boolean. خد بالك انا اول مساكت البوكس. وروحت عملت create. وعملت compound objects. وبعاك انا عملت pro boolean. عشان موضة دي. عشان ده الشكل الاساسي. طيب. انا مسكت ده كده. بعد كده بشوف هنا ايه? ال operation اللي انت عايزها. هيخد ثلاث حاجات. هيخد union و intersection و subtraction. طيب. لو قلت subtraction. طيب. انا دلوقتي هبتدي اقص. طب هتقص ايه? هقوله start picking. من ال pick boolean من هنا. start picking. روح اختار الاشكال اللي انت عايز تقصها من البوكس. اللي انت كنت مسكه في الاول. يبقى انا بمسك الشكل الكبير الاول اللي هو box. بعد كده بقوله create compound objects. وبعد كده بقوله pro boolean. وبختار subtraction. واعمل start picking. وروح اختار الشكل اللي هقصه. وروح اعمل click على السيلندر دي. فيقطع السيلندر دي من البوكس. طيب. الموضوع ده يفيدني في ايه? يفيدني ان انا فيه شكل معين. مش عارف اعمله. غير لما اجيب شكل تاني واقصه من الشكل الاولاني. الفوت برينت مثلا واقصها وكده. هناخد application طبعا بكده. بس يعني بنفهم الفكرة ازاي بقص الاشكال من بعضها. طيب لو تلاحز السيلندر هنا. بين نص السيلندر تقريبا بس صح? او نسبة من السيلندر. ما لبقيت السيلندر فين? راحت فين? اختفت. طب ليه اختفت? هقولك اه ما هي الجزء اللي اختفى ده ما كانش اصلا متصل بالبوكس. فلما انا قلت له قص السيلندر من البوكس قص الحتة اللي كان فيها intersection بس. صح? وبقيت السيلندر خلاص اختفت. لانها ما كانتش متصلة اصلا بالبوكس. في مشكلة? طيب. اه. بعد ما انا عملت subtraction قلت لا. طب ده انا كنت عايز السيلندر ديت. قد تتحرك شمال شوية قبل ما اعمل بروبوليوم. هقولك عادي. ممكن تعدل بعد ما تعمل القط. طب ازاي? هقولك. دوس رايت كليك كده ايفل بس ايه? اسلكت وروح على modify. وروح افتح السهم اللي جنب بروبوليوم. وامسك operands. operands دي معناها العناصر اللي بتكون البروبوليوم. طيب ايه العناصر اللي بتكون البروبوليوم? عندي هنا على يمين تحت مكتوب بوكس وسيلندر صح? طيب. همسك السيلندر دي. واعمل move. واعمل click و drag كده. في ايه اللي بيحصل? هو بيعمل ايه دلوقتي? بيحرك ايه? بيحرك الفراغ. بس سوا في الاساس بيحرك السيلندر. بس مطبق عليها الاوبشن انها تتقص من البوكس. فانا دلوقتي انا بحرك السيلندر حتى انا مسك البيفوت بتاعت السيلندر نفسها. طب لما جيع الشمال كده يبتدي ايه? يبتدي يبن لي الفويد. اللي مقصوص دوت. الافكت بتاعه عمل ازاي? ممكن يبقى كده. ممكن كده. ممكن اعمل scale واصغر. طول دي. صغر دي. مسلا بتشوف. مقدرش اشوفها تاني خلاص? في مشكلة? طيب. هل ده معناه ان انا بقدر احرك الشكل اللي تقص? او سوري الابجيكت اللي انا بقص بيه بس? لا اقدر احرك البوكس كمان. طب احرك البوكس ازاي? هقولك برضو من هنا من الوبراندس. تمسك البوكس. وتحركوا بالطريقة دي. فتلاقيين السيلندر سبتة. وانت دلوقتي بتحرك البوكس. في مشكلة في كده? طبعا تقدر تعمل scale برضو. رحتك خالص. بوكس. بالضبط اكينه بوكس او اكينه ركتانجل وجوه سيركل. ومعملين مع بعض ومعملين extrude. مسلا دي الطريقة دي. في مشكلة في كده? طيب. تعالوا نمسح الشكل ده. ونعمل شكل جديد. هعمل برضو بوكس. برضو هعمل cylinder. وهلفها على الـ X 90 degree. وهروح اعمل لها موف. على الـ X و Y مرة واحدة كده. وهطلعها مثلا لفوق. شوية بالمنظر ده. طيب. المرة دي همسك البوكس ده. وهروح اقوله create geometry. compound objects. propoly. بس المرة دي بدل subtraction هقول intersection. طيب. اخترت intersection. بعد كده هعمل ايه? start picking. واروح اختار cylinder. حد يتوقع كده ايه ممكن يحصل؟ طيب. انا دلوقتي اخترت اول شكل ده. وقلت له انت هتاخد المنطقة بس بتاعت الـ intersection مع الـ circle دي. او سوري مع الـ cylinder دي. فا ايه اللي يحصل؟ فين المكان اللي فيه intersection؟ نجمع شوية. طيب. دلوقتي تاني. السليندر دي طلع من هنا اضغر. طلع من هنا اضغر. طلع من هنا اضغر صح؟ المنتقل طلع برد دي فيه intersection؟ نجمع شوية intersection هديكم صح؟ فا ايه intersection فين؟ من اول حتة دي كده دايرا ميدور صح؟ يعني السليندر دي داخلها جوة البوكس في الحتة دي. فيبقى من اول الحتة دي. والشريح دي كده كلها لحد الاخر. طب. بقيت البوكس من هنا في intersection؟ لا. طيب الهواء صح؟ طيب هو هيخد المنتقل اللي فيها intersection بين الدين دول ويعمل دايرا. فاقول له واختار السليندر. فدي كان دا البودي اللي كان عامل في خطر ما بين دا وما بينها. تمام؟ طيب هو قطع السليندر من برا؟ قطع السليندر من برا، قطع السليندر من برا إن ولاشيها لازمة؟ من هنا بالظبط. يعني لأ تاكده وهكي قطع الحتة دي مش هكي. من بحية تانية تانية زيح. من بحية تانية زيح. ونصت اللي فوق ده في طيارة وهي برضا بوكس قص من اليمين وقص من الشمال وبقى الحتة اللي فيها تدخل ميمين الاتنين بس كم احنا كلها خدناها عد 2D قبل كده باللوقتي بقى عد 3D فاتتخيل شوية يبقى مش سهل زي الـ 2D بس انا مش هكي حابة صعبة يعني انت ممكن تتخيل بسهولة كسولد جومتري ان انت ما تيجي تعمل F3 كده فاتشوف مناطق التقاطع وتقولنا هيدي لها تبقى معك او حتى لو قلت X كده هتقدر تشوفها اوقع شوية تمام؟ فطبعا لما بتعمل Start Picking بيجيبلك الانترسكشن طيب انا ارجع Ctrl Z بدل المارسم تاني من الاول وبمرة دي هروح اعمل Union وادوس Start Picking وهروح اختار السيلندر ولما اختار السيلندر في اليونيون يعمل ايه؟ الاول order Union يعني ايه؟ اه Union كلمة كلمة يونيون يعني ايه؟ Union تحاية بالزبط يبقى يمسك الشكلين دول يعملهم ايه؟ اعملهم واحد بس كده يجمع ده زق ده شكرا خلق يعني هو شكل مش هتقصر اكي انه اتاتش بس هو مش اتاتش يعني هو بيمسكهم ايه مع بعض اعتبرهم لي ايه حاجة واحدة تبام؟ ويلدن خلاش؟ اه ويلدن اه يعني ايه حاجة واحدة كله هتغير رأس هو هو دلوقتي هو بقى object واحد اصلا لانت يما تروحي في الموديفاي هو اسمه الobject ده اسمه بروبوليان بس ليه مسمى اسمه box 001 بس هو هنا ايه؟ كله على بعضه كده بروبوليان امام؟ امام التكتبا سؤال اعمل بيرو اعمل بيرو اعمل بيرو اعمل مثل الفرماء من فرماء اعمل بيرو فاهم ايه تاني؟ يعني انا مثلا عايز اقرباء في بكسي تاني من فوق ااخد نفس ال يعني اقفرهم كان الاسملندر ده طارع من بكس واحدة يعني انت عايز بوكس تاني فوق اعمل مفرغ يحف اليمان كنت اخده اللوكس ده كوبي واعليه معه واحدة مش نازلي كامل فلو نزل على المساح انا عايزب فراج من الباقي ايه فكرة انا عايز فراج من الباقي منه وهكامل الفرار ده طب افهم بكتة الامل كله تذا يمكن تعمل الشكلين اعمل شكلين اذا اقلم ممكن ااخد كوبي ممكن ااخد كوبي من ده على طول كله مع بعضه كده واخده Copy Mirror لفوق كأوبجيكت كامل يعني ممكن الأوبجيكت ده كله كده اروح اعمال له ميرور ممكن تكمل ممكن ترسم طبعا ممكن ترسم بسناب او تاخد Outlines وتشتغلين يعني بص ما تسبقش الأحداث خلينا واحدة واحدة بس لو خلينا واحدة واحدة لو انت عايز ترسم على 2D طيب هتيجي مثلا في Front View وتعرف ترسم على ده بالسناب طب خلاص يبقى تحل ما هو انت عندك كل الإسكاطات الممكنة وعندك سناب على كل النقط ده Front ما هو انت لازم تكون مركز ان انت عندك كذا View تقدر تشتغل مع ايه طيب 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 تعال يا شاب نكمل وتعالوا مثلا نقول ان انا عايز عايز دلوقتي اقسم البوليجون ده فور فايز او فور بوليجون بس لما جيت اروح امسك الشكل ده وروح على موديفاي بلاقي ان هو جوه هنا في الموديفاي رستاك اسمه ايه؟ برو بولين طب هو البرو بولين ده يعني ايه برو بولين يعني كذا شكل متكونين مع بعضه عاملين ياما يونيون ياما ياما انترسكشن ياما سابتراكشن صح؟ ولما تفتح الأوبرانس كده بتقدر تمسك السيلندر دي مثلا متحركها كده او كده صح؟ طيب افردانك كنت عايز امسك البوليجون ده وقسمه فكان دوت عشان قدر اعمله لازم الشكل ده يكون ايه؟ ايه ديتابو البولي طيب بتعمله ديتابو البولي ازاي؟ طيب انا واقف اهو على البرو بولين دي اخر حاجة عملت لما تمسك كده اهو برو بولين لا اقل انا على بوكس لأ انا اخر حاجة عملها برو بولين طيب لو انا عملت بند وتويست وكذا موديفير من فوق وعايز احاول كله ايه ديتابو البولي ينفع انزل من تحته وكانسل كل اللي فوق ده واقول ان انا خلاص لأ فارجعني للقصد واعمله كله بالزبط من هنا او بلاش بلاش من هنا تعال من هنا ودوس رايت كليك وقول له كونفيرتو ايه ديتابو البولي فدلوقتي هو نسي بقى خالص انه هو كان بيتكون من سيلندر ومن بوكس بقى ايه دلوقتي بقى التابو البولي معناه لما تفتح الساهم تلاقي Vertex Edge Border Polygon Element طيب لو انا مسكت دلوقتي بوليجون ده كده روحت وقلت له ايه ايه اللي بيقسم الفيس تزالي فاعمل كده اقسمه بولي اربع اقول له اوكي ممكن مسلا امسك بوليجون ده واروح اعمله مسلا انسيرت باليو معينة وبعد كده اروح اقول له اكسترود لفوق مثلا كده فدلوقتي الاشكال اللي انا بكونها ممكن بعد ما ابتدي اجهز الشكل بتاعي بالبروبوليجون مسلا ان اروح حوالي دوتا بالبوليجون في البرتسيز والإجهز والبوليجون لا خلاص كده شكرا ممكن لو هي في الاليمنت الوحدة هي في الاليمنت لما مسكت الاليمنت ووجيت امسكها لقيتها ملحومة مع البوكس اصلا لا خلاص كده انت قدام حولت ده ايه بول بوليجون خلاص طيب عارف كم ممكن يحصل ايه علشان نقدر نرجع تاني طيب انا هرجع تاني كونترول زد كونترول زد لحد ما اوصل عند الخطوة بتاعة البروبوليجون اعمل ايه علشان اروح اقسم البوليجون ده من غير مخسر البروبوليجون من عندي والاوبرانزس وان انا قدر احركهم لانا كنت بقدر امسك الاوبرانز وحرك السيرندر مثلا كده اعمل ايه عايز امسك البوليفيده بس مش عايز امسكه من المي sorry ممكن اعمد ايمى حد احد فاكر طيب كان فيه موديفاير فيه موديفاير يعني بروبوليان ده اعتبره موديفاير لو نزيل عندي هنا فى على ال Literature لابه موديفاير اسمه edit pully ادت بولي ده اكنه بالزبط ان انا بقوله خد بالك اللي تحت ده كله اعتبره مش موجود اعتبر الادتابل بولي بتاعي من هنا بس انت محافظ لي على الخطوات اللي تحت لكن الشكل ده مش ادتابل بولي الشكل دوت ده سيلندر او بوكس عمتل ومحتوط برو بولي وبعد كده محتوط موديفير اسمه ادت بولي ومن ادت بولي ده قدر افتح وامسك بوليجون وامسك بوليجون ده اروح اعمل تيزي ريت وقسمه صح؟ طيب طيب لو انا رجعت في كلامي وخلاص بقى عايز ارجع تاني للسيلندر بتقدر تمسح خالص الموديفير ده لكن ماينفعش ترجع تعدل على مكان السيلندر والاوبريشن ده موجود او الموديفير ده موجود لان الموديفيرز بتبني على بعضها لو انت رجعت اثرت على اول حاجة هيسمع في البقية كله بالزبط هيسمع في البقية كله فماينفعش فخليك افضل ان انت تخلي ده حاجة مؤقتة لو انت ما عجبكش ال ادت بولي اللي انت عملت وقدر تعمله ديليت عادي جدا وترجع تاني لقص الشكل بتاعه في مشكلة؟ طيب انما لما بروح اعمل ريت كليك وقوله كونفيرت تو ادتابل بولي خلاص وبيعمل فلات لكل الحاجة اللي هنا ويخليه ادتابل بولي واحد بس تمام في مشكلة؟ طيب بتاع دهوقتي روح ناخد الابليكيشن طبعا تعالوا نعمل تيفي يونت دي يعني ايه؟ صح صح بقى كده ونقعد اول حاجة بنعملها عشان نقدر نعمل شكل زي ده ان احنا نقعد نعمل انايز زي الشكل نفكر الشكل دوت ممكن يتعمل ازاي؟ طيب طيب الاول الشكل ده هو شكل سيمترق صح؟ يعني نص لبين زي نص الشمال صح؟ وحنا بفوطة ممكن نعمل نص الشمال او نص لبين ونعمل نره صح؟ طيب يا سهل علينا خلاص ارمي الجزء ده اعتبره مش مهور تعلمسك الجزء اللي على الشمال ده الجزء ده بتكون من ايه؟ بالشكل كده اعمل كده صح؟ ويقالة يضطن عن طلاقيνο ده اولان فوق وواحدات تحت صح؟ عمي تTim طب بالشكل ده لو اعتبرنا ان الفتحات دي مش موجودة الجرب ده هيتعمله ازاي؟ بالزبط، كوكسو عاملل بلدة تمام، ماذا تحدي flare هكذا؟ هكذا تعمل ازاي تانا؟ هكذا اقتعمل بدMonkey ممكن تعمل 2 دي ازايتو دي؟ اعمل كل ممكن اعمل arc وارك او arc واعمل له outline في . فاعمله لي outline فااخد لي مساة يجب له offset فاعمل لي مساة من نفس من نفس السنتر تمام؟ فاعمل لي 2 arcs واوصل ما بينهو لفرتسيز صح؟ واعمل ايه؟ ويلد 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 وبعد كده او ما عامل ايه؟ ممكن اقسم افرعا واركد اعمل ايه وبقى انت ده بال او عمل اكسترود وبعكب اقسم بالإزال بالفوت بس انها في الاخرى عملت الشابقة بعمل اكسترود صح؟ صح؟ هل كان ممكن في ال 2 دي قبل ان اعمل اكسترود كممكن اعمل الفتحات دي؟ اه ممكن صح؟ بلزبط كممكن لأسم الفتحات دي بال 2 دي على طول واعمل اكسترود لكل مرة واحدة فيلويد لي الاماكن ديات ويسيب لي فتحاتك ويعمل اكسترود فدي كان حل سألة جدا 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 انما انا المرة دي هعمله بطريقة اللي لديها جغلنا هعملها من بوكس طيب عانو نروح نعمل بوكس بتاع المنطقة دي ده ما يمنعش انها تتعمل بالطريقتين بس طيب انا بالنسبالي لو انا مش بشتغل ماكس كتير وشايف ان التو دي اسهل طبعا هعملها تو دي من التو دي اعمل اعمل الارك والارك واعمل اللين ده واللين ده وخلاص لك انا مرة دي هعملها بالبوكس علشان هعوز اعلمك كم حاجة في الاذبو البولي طيب هنروح نعمل بوكس كريت طبعا مش كمباوند اوبجيكت سنرجع على ستاندرد وعمل بوكس طيب بوكس ده ارسلمه من الطوب فيو ولا من الفرونت فيو ولا منين من الفرونت هو واقف قدامي هنا صح؟ طيب اروح في الفرونت واعمل بوكس كده طبعا انا عملت اللينث والويتس تحرك الماوس يعمل ايه؟ الهيط وانا مش شايفه اعمل كليك اقفل الشكل ودوس رايت كليك وتعالى نشوف الشكل ده في البرسبكتب اعمل ازاي؟ طبعا تعالى نزبط المايز تعالى نخلي مثلا ارتفاع اه اه ارتفاع الجنب ده الارتفاع بتاعه مثلا هنقول مية وخمسين مثلا طب الويتس بتاعه ممكن نقول مثلا ثمانين مثلا كده او ممكن اكتر كمان تسعين تعم؟ الهيط اللي هو هنا بالنسبة لي ايه الهيط؟ الثاقنس طب ايه ده ومش الهيط المفروض هو ارتفاع هقولك اه هو الارتفاع بس انا رسمت الشكل ده من الفرونت فيو فلما رسمته من الفرونت فيو عمالي لينث وويتث وخلى الهيط هو اللي عمودي على الشاشة فخلى الهيط هو السمك مش فرق معاية المهمة عندي ان انا بقى زابط الشكل بتاعي طيب البروز بتاع يونت التي في دي كم؟ مثلا برضو كتير خمسة عشرين ممكن اشريين عشان 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 النسب كده بس ممكن نرفعه فوق الارض شوية كمان كم طيب طيب في الرسمة عندي هنا الشكل دوت كان متقسم طب ما تيجي نقسمه طيب طيب فهقسمه بالطريقة دي وهقسمه بالطريقة طيب طيب بعد كده كان عندنا هنا ان البوكس ده كان متني صح ومتني تقريبا من السنتر اللي هنا ال� Nakada طيب 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 من الموضوع ده كويس جداً تمام طيب هل اقدر هل اقدر احرك دي اه افتح بند ويمسك الجزمو يعني افتح الساهم اللي جنب بند ويمسك الجزمو حرك الجزمو فتلاقي ان تأثير البند بيختلف لما تيجي فتلاقي ان انت لما فتحت البند ويمسك الجزمو تقدر تحرك الجزمو ده فوقه تحت صح؟ الجزمو عندي هنا هو البيفوت بتاع البند هو خلق له بيفوت لوحده ان هو يقدر يقصر بيه على الشكل انا طبعا هرجع فيه ان انا عايزه يفضل زي مكان علشان وانا في فرونت فيو كده ابقى عامل البند مزبوط يبقاش فيه اي مشكلة تمام؟ طيب بعد ما زبطت البند بتاعك ممكن اخليه كمان سكستي عشان يبقى ايه مزبوط كده انا كده خلصت البند بتاعي فيه مشكلة؟ طيب الناس اللي كان بتسأل هو انا لما زودت السيجمو في البوكس اللي فدني هو انا مشتنيت الشكل ده؟ طب ما تيجي نمسك البوكس وتعالى نخلي كل السيجمو وان وان فما بقاش قادر يتني صح؟ لكن لما تيجي تزود في السيجمو اللي يحصل تدينعم الشكل معاك صح؟ ممكن اقولك دلوقتي ان الوث سيجمو ملاش لازمه مش منعمها اي حاجة بدليل ان انا لو خليت اللينث سيجمو وان واعد تزود في الوث سيجمو مش بيأثر معاك صح؟ يبقى ده ما كانش ليه تأثير انما اللينث سيجمو سهول كان ليه تأثير فخلى الشكل يبقى نعم اكتر بس يعني انا هحب قسمها مربعات كده او كانها مستطيلات جوا عشان يعني الشكل يبقى زي ما كنت عامله في الابليكيشن ده طيب تعالوا بقى نروح نفتح فيه نعمل الفتحات اللي هي دي طيب هي الفتحات دي كنا لسه بنقول ان احنا بقدر نعمل سبتراكت بين الاشكال الثري دي صح؟ طيب هو الفتحة دي نقدر نرسمها الاول في التو دي نقدر ارسم توقيع الفتحة دي في التو دي هي يعني جزء من سيركل وعليه ارض كده مش اتحط عليها التحفة او السيفونير او كده طيب تعال لها ببساطة نروح على الفرونت فيو وشغل ويرفريم تمام وتعالى امسك كريت وروح اقول له كريت شيبس وتعالى نعمل سيركل تمام وهعمل سيركل مسلا بره بالطريقة دي مسلا كده عايز تقربها جوا شوية ماشي ما فيش مشكلة بس خليك فاكر ان اللي بره دوت ده البوكس فعينك ما تطلق بطش فانا ممكن اجيبه بره كده مسلا واروح على موديفار وممكن اقل شوية الريديس ده اخليه مسلا فورتين مسلا وطبعا في الانتربوليشن اخليه ادبتف عشان الدائرات تبقى نعمة طيب كنت عايز اعمل ايه دلوقتي كنت عايز اقص الدائرة دي من تحت كده عشان اعمل ارضية للحاجة اللي احطها الفوزة او كده كنت بعمل الكلام ده ازاي دي سيركل ممكن من سلايز بس انا عندي اوبشن اتحكم في الشكل دوت بالزبط من الفيرتسيز ومن السيجمنتز اللي معملهاش طيب فانا هروح امسك السيركل دي وقول له كونفيرت وايه ادتبول سبلاين صح طيب لما فتحت ادتبول سبلاين امسك السيجمنتز فقدر امسك السيجمنت ده وايه السيجمنت ده مع بعض كنت عايز بقى اعمل ايه كنت عايز اقسمهم لنقطة فكنت بروح حط order ايه او اوبريشن ايه ايه لا ديفايد ديفايد فهنزل تحت كده وهلاقي ديفايد ديفايد طبعا بيقول لي انت عايز تقسم على كم نقطة فاقول له مثلا قسمهم لي على اثنين وهروح ادوس الزرار بتاع ديفايد في مشكلة طيب خلصت الشغل على السيجمنتز ولا لسه حد يرد علي خلصت الشغل على السيجمنتز ولا لسه بزبط لسه هامسك ده وده 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 وهمسح تمام؟ طيب بعد كده عايز اوصل النقطة دي بالنقطة دي فكنت باعمل ايه كنت بروح على وبروح على وبروح وبروح اعمل على واحدة وروح للتانية واشي ايدي مع الماوس فيه ووصل لهم بقى وانا متأكد ان هو معمول لها ويلد عايز حتى تتأكد دوس رايت كليك بس اقفل بالسليكشن تول علم على دول مرة واحدة هيقول لك ايه انا كنت اضمن ان هي واحدة نفس الكلام عن الماحية التانية وانا اضمن ان هي معمول لها ويلد طيب اقفل اتلو سبلاين ده دلوقتي الشكل ده كسبلاين لما امسكه من جوه كسبلاين واعمل كليك كده كله متوصل ببعضه معناه ان انا لما اروح حطه اكسترود على الشكل ده ايه اللي يحصل كله هيتلون بالضبط كده تبدوس كده على اكسترود هتقول لي ايه ده ده ما تلون شاولك اه بس انت واقف على ويرفري تبدوس افري هتلاقيه يتلون معاك طيب تعالى بقى في البرسبكتف كده وتعالى نروح نزود الاماونت بتاعته بالطريقة دي طيب انت شايف طبعا ان الكنستركشن لائنز بتاعت دي كتير قوي عشان بس ايه يعني ما تبقاش كتير او متقليل الجهاز فانا ممكن امسك الانتربوليشن اقلل الستيبس طب انا عايز شوف تأسرها اروح اشوف شو اند ريزولت واشيل الادابتف تدي انزل في الستيبس شوية في مشكلة اوكي اقفل بقى انتربوليشن واقفل الانتربوليشن وروح على الاكسترود طيب تعالى باكافني فرونت فيو نمسك الشكل ده نروح نجيبه عندنا مثلا هنا وبعد كده عايز اعمله كوبيل تحت طلعه بس فوق شوية واعمل انا عايز اعمل كوبيل تحت يكون مزبوط فوق بعضه اعمل اعمل والناس اللي كان بتقول ان ما بيشتغلش علشان اكس وي ماجنت اكيد ما كانتش شغالة اشتغل فانا هعمل ايه طيب هعمل شفت وكليك ودراي كده لتحت طب انا كنت عايز افتح الاسناب كمان معاه وتقدر تفتح الاسناب بتعمل اسناب على الميدل مثلا بتاع الشكل على سنتر الشكل هو كان هنا تقريبا ما ثانيا هيقول لك عايز كم نسخة اقول له خليهم انستنس وقول لي تو بالطريقة دي تعالى في البروسبكتف نتفرج فتلاقي ان الاشكال ديت هي اخترقت او الشكل ده لكن ما عدتش من الناحية التانية مزبوط تتحس ان هي ايه شايف الشكل اللي بيعمل نغمشة ده الشكل ده معناه ان فيه فاسس كده ركب على بعضها بالظبط لا انا هقول له مسيكلي التلاتة دولت وحركهم موف ودخلهم شوية ناحية الوائل كده بحس يخترق الشكل التاني صح طيب هارجع اسألك كتاب الشكل ده 3D ولا لا 3D طب ودولت 3D ولا لا 3D طب قدر اقصهم من بعض اقول لك اه طيب انا عايز دلوقتي اقص اشكال السيلندرز ديت من البوكس ده فكنت بعمل ايه بامسك الشكل الكبير اللي تقص منه وبعد كده كنت بروح على create وبعد كده كنت بروح على geometry بدل standard primitives وبدل extended primitives كنت بنزل على compound objects بروح اختار وبعد كده ولما اختار هيبقى عندي اللي احنا كنا شرحناهم انت عايز تعمل ايه صح عايز تقص بعد كده تروح تدوس على start picking وتروح تختار واحدة واحدة ادي اول واحدة ادي تانية واحدة وادي تلات واحدة ورا بعد كده في مشكلة كده الاشكال دي تقصد صح بس لو تلاحز هو هو اللي حصل هو انا مش ممكن كنت مقسم البوكس اللي انا تانيته ده edges كده راحت في ال edges دي لا ما قطعهاش وفوت في edges كتواصلة ما بين دول راحت خالص طيب هقولك الprobellion في العادي بتاعه بيشيل شوية من ال construction lines طيب انا عايز ما شيلش ال construction lines اعمل ايه هتيجي تحت كده وانت لسه عامل الprobellion بتاعك طبعا تقدر دوستي start picking تقفلها خلاص هتنزل تحت هتلاقي في حاجة اسمها advanced options تحت ال operands اللي موجودين هنا اللي هما طبعا الbox والfree circles doland هتفتح advanced options هتلاقي في حاجة اسمها remove all في planner edge removal remove all او no edge removal انا هاعلم على no edge removal فاللي حصل لما عملت رجع لي construction lines تانية اللي كانت موجودة على اللي كان مسحة كده ايه برقب يعني بمزاجه كده انا مش عايز كده انا قسمت الشكل ده فانعايز لما ااجي اعمل ال subtraction بتاعي من البروبوليون ما يمسح ليش construction lines لو عزت اشتغل على حاجة منها تاني حاجة ببوضل الشكل يعني لما كان عمل remove all كده معلاش معنى يعني construction line ده وفي حاجة غلط فده مش صح على الشكل عامة فهنعمل no edge removal في مشكلة طيب هل ينفع احرك السيلندرز دي او مكانها هقولك اه طب احركها ازاي عامة تعال امسك الشكل ده كده وروح على modify طبعا في ال pro boolean هتفتح السهم وتمسك ال operance operance ديت معناها العناصر اللي مكونة الشكل ده سواء الشكل اللي مقطوع فيه او الاشكال اللي قطعت في الشكل الكبير فهمسك operance عندك في ال operance هنا تحت على يمين اول حاجة البوكس اللي هو الكبير الاصفر دايحة تاني نام بعد كده free circles دولة لو مسكت واحدة فيهم كده وجيت تعمل move تقدر تحركها لفوق والتحت وبتتحرك بال effect بتاعها كمان ال effect بتاع القط بتاعها او subtraction بتاعها صح؟ تقدر تعملها scale برضو تقدر تعمل اي حاجة انت عايزة تقام؟ في مشكلة؟ طيب انا هرجع تاني على ال pro boolean خلاص انا كده اقفل ال pro boolean مش عايزه خلاص طيب بعد كده يا شباب تعالوا بروح نشوف الصورة عندنا هنا فيها ايه؟ طيب لو تلاحظ لما تيجي تبصها في الصورة دي هتلاقي ان فيه فتحات فوق كل object من هنا عشان يحطه ال spot بالضبط طيب افتحها ازاي؟ اقولك برضو بال pro boolean بس اخد بالك من النقطة دلوقتي ال pro boolean اللي انت عملته ده كنت مسك البوكس وفتحت فيه فتحات بتاع السيركلز دي صح؟ طيب ما تلغبطش نفسك في اشكال كتير انت تروح تعمل دلوقتي سيلندرز او حاجة وتعد تقص في الشكل ده هقولك لأ حول الشكل ده كله وديتابل بولين انت دلوقتي عملت اللي انت عايزه خلاص ومش هتعمل edit تمام؟ اعمل رأيت كليك عليه وقوله convert to editable poly تمام؟ انا كده لغيت تماما انه هو كان اسمه pro boolean خلاص بقى كله وفرتسيز و اجيز و بوردرز و بوليغونز و إليمينز طيب تعال دلوقتي نروح على front view مثلا او top view نرسم create standard primitives ونعمل سيلندر مثلا في اي مكان كده سيلندر صغيرة واطلع بال height بتاعها واعمل click وتعالى في perspective كده نشوفها عاملها ازاي فمسلا هتبقى بالطريقة دي هنقول مثلا ان ال radius بتاعها مثلا 2 او 2.5 وال height بتاعها مثلا 10 مثلا بالطريقة دي تمام وتعالى في front view وتعالى نمسكها ونطلعها لفوق طيب هي المفروض لما تيجي تخرم الشكل مفروض تبقى في النص بالزبط في نص ال edge اللي تحت فقدر اعمل move 2 على snap 2.5 واعمل move كده واسناب على midpoint بتاعت الشكل اللي تحت تمام على القد ما تقدر يعني ما زوطتش معك قوي من تحت هاتها من فوق على قد ما تقدر في النص طيب بعد كده ممكن تقفل السناب وتطلع دي فوق شوية كده علشان تختارك الشكل طب من top view اقدر برضو اعمل ايه احركها فوق كده واعمل اعمل constraint على y وافتح snap واعمل snap على الميت بوينت بتاعت اللاين ده عشان اضمن ايه متسنترة من فوق ومن تحت تمام طيب تعال بعكية في perspective عشان برضو نشوف الشكل ده وهو في السري دي عامل ازاي فنلاقي ان السيلندر دي عاملة كده ممكن طبعا السبوت ده عمكو كبير قوي ممكن اقللو شوية تعال كده يعني بالنسبة لي كده الدنيا تمام طيب قبل ما هفتح في الشكل ده هعمل copy طيب هعمل move و shift و click و drag مثلا كده وهقول له instance وقول له 2 طيب طبعا زبطهم زي ما انت عايز عايز طبعا تجيب ديل تحت هنا الاول بعد كده هتعملها بال value وتطلعها الفوق عشان يبقى كله ثابت ال value الثابتة براحتك انا هعملها random مبدئيا كده علشان تخرم الشكل بتاعي طيب بعد كده تعالوا نروح قبل ما نروح نقص السيلندر ديت ثم دلوقتي عندي object 2 ثلاثة صح هل ينفع حليهم object 1 عشان يبقوا حاجة واحدة بس مامسكها مرة واحدة ما يبقوش ثلاثة object 1 اتتش مع بعض طيب لما جيت امسك السيلندر ديت وروحت على موديفان ما لايتش اتتش ليه لازم اعمل convert to صح فادوس right click وقول له convert to فطبعا يفتحي الاتاتش فقدر اعمل اختار السيلندر ديت وايه السيلندر ديت هت مشكلة؟ طيب لو ليت نفسي مش عارف اعمل سيليكت على السيلندر دي والسيلندر دي لبقوا دولة إنستانس فتركز جدا فابطر تعمل make unique طيب خلصت الاتاتش بتاعي وبقى ده object واحد بس طيب امسك بقى الشكل الكبير اللي هتقص منه وروح على create compound objects اختار وبعد كده هتقول له subtraction start picking وتروح تختار السيلندر ديت هروح يقص مكان ال spots دي بس عمل حاجة في الشكل عمل ايه؟ انشال برضو ما تلعبش في ال construction lines بعد اذنك ورجع لي تاني نقطة remove المسكين المسكين بعدها نطاق حدث مالي نوع يصبا وانتي مرة واحدة هتعملين ازاي إنتي مفتحتيش فى الشكل؟ نعم يعني من فتح تعمله فى الشكل ما هتقصنا الاعملities بالنسبة لك لابدها طيب ده هينطبق عليه أو هقولك انتي تقدري تعملي السيلندر اللي هتختارك الشكل ده ويكون راكب فوقها السيلندر التاني اللي هتفتح اه اا اكرر الفتحة مش هاقل التاكسي اه انا اعمل الفتحة وقت بس سرندر واحد ونحطه سرندر اخر ونحطه قطعة وعملون كبشة مش هي فيها تجيب القطع وتعملها كوبي انت ممكن تعملي الأوبجيكت نفسه اللي انا هقص بيه تجهزي كله وبعد كده تعمل له كوبي وبعد كده تقصي مرة واحدة احنا بناخدها ستيب ستيب يعني بنمشي واحدة واحدة كلها في الاول صح لما انا كنت عامل سبتراكت للسيلندرز صح حتبع عندك مشكلة ان انت دلوقتي مسكت الأوبجيكت الكبير وبتقص منه الأشكال اللي انا كنت عمتها له هالثي لها الكبيرة السيلندرز الفتحة نفسها لو انت جيت دلوقتي قصت هنا انا معايك قبل محول شكل ده قسيت بوبولية كان في بروبيوليان وكان الوالاني يتقص منه اشكال فانت قصت منه السيلندرز تمام؟ ما تلغبطش بقى الدنيا في ان انت كمان تروح تعمل addition subtraction ممكن تثبت ممكن ما تثبتش فانت كان الشكل لازم يبقى clear editable pooling فلات يعني يبقى صح وتروح تعمل البروبولين جديد يبقى افضل يعني النتيجة هتطلع مضمونة مش لغبطة يعني انت واحدة واحدة امشي واحدة واحدة طيب انت دلوقتي خلصت الجنب ده في مشكلة طيب بعد كده الجنب ده متكرر الناحية التانية صح؟ طيب سؤال بقى هو ده كده object واحده لا object واحد صح؟ طب عشان اكرره الناحية التانية عايزه يتكرر بس يتقلب الناحية التانية كان في option ايه عندي؟ mirror فكنت ممكن اروح دلوقتي اعمل ايه؟ mirror من هنا صح؟ طيب ابعد بال offset لا انا عايز اعملها على ال x وبتدي انا كده عملت mirror على ال x وبتدي ابعدت شوية مثلا خمسين او اربعين مثلا كده لا طب 150 طب مش مشكلة انا هعمل اوكي وامسك ال object واحركوا كده شوية ما فيش مشكلة هاجي من front view وبتدي احركوا كده شوية في مشكلة؟ طيب تعالة في ال perspective طيب انا دلوقتي عملت الشكلين ده القدام بعض تعالة بقى نبص في المكتبة كان عندي اول حاجة من فوق ايه؟ ان فيه شريحة من فوق كده وفيه اسبوتات صح؟ طب يا الشريحة من فوق دي وصلة بايه؟ وصلة بال polygons اللي على الضلع المايل صح؟ polygons اللي هنا وال polygons اللي هنا بالزبط بال bridge طيب انا دلوقتي امسك البوكس ده علشة غير لونهم غير لون واحد فيهم مثلا مثلا كده طيب دلوقتي انا كنت عايز امسك ال polygons اللي فوق هنا ال two polygons دولة توصلهم بال two polygons للناحية التانية نعمل ايه؟ نمسك واحد منهم صح؟ نخش على modify طيب عندك حاجة اسمها polygons عندك ايه؟ عندك ال polygons طيب ده لازم يتعامل في ايه؟ يبقى ال polygons عشان اقدر استخدم ال operation بتاعات ال polygons فادوس رايت كليك وهقول له convert to editable polygons صح؟ طيب كنت بفتح editable polygons واختار polygons وامسك ال polygons ده وبروح اختار القصادهم صح؟ طيب روح تختار القصادهم ليته مش بعمل select ليه يبقى مش بعمل select الناحية التانية صندر انتي ممكن تقربي لابعاوز طيب 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 انا مستجد فانا دلوقتي محتاج كاي؟ طيب طيب فانا همسك لإيده بال polygons وهقول له attach اعملي attach للشكل ده خد بالك وانت بتروح بالماوس بيعلم ان هو يقدر يختاره لو كان الشكل ده إنستانس من ده ما كانش عمره هينفع يختاره فانا دلوقتي هعمل كليك يبقى لونه هتلاقوه تغير كمان فبقى object معي واحد طيب الobject ده البيت بتاع الاتبال point جواه vertex و edge و border و polygon و element طيب جواه كم element الobject ده جواه كم element اثنين ادي واحد ودي التاني طيب كلمة element معناها ايه كل ال polygon وال edges اللي مسكين في بعض طيب ده كده الواحده مفصول ده الواحده مفصول جواه elements واحد اثنين elements لكن هما الاثنين جواه البيت بتاع editable poly ده حد مش فاهم طيب امسك ال polygon وهروح امسك ال polygon ده control polygon ده وهروح الناحية التانية اعمل control polygon ده control polygon ده يبقى انا دلوقتي مسكت ال four polygons اللي قضام بعض في مشكلة اروح دلوقتي بقى اقول له bridge من settings من هنا طيب هتلاقي ان ال bridge ده معموله twist شوية طيب كنا اتفقنا من المرة فاتت ان انت بتقدر تزود وتقلل في التوست من هنا فكنت قادر ازود لأ كده انا اعملت twist طيب ارجع هتها تاني negative one فتلاقي اللي حصل زبط معاك لا لازم اختار اجتوب polygons اللي في وش بعض ويفضل في وش بعض بالزبط طيب هقول له اوكي في مشكلة عندك مفيش مشكلة خلاص طيب تعالى بقى ايه لمسك الصور هنلاقي هنا برضو في ايه في تاني وتحت هنا في وتحت خالص في تيجي بقى نعملهم كمان طيب همسك مثلا ده وده واللقصادهم ده وده واحد واحد على 90 دجري من فوق واحد على 90 دجري من تحت وهقول له bridge على ايهم اتزبطوا تمام ماشي ما عندش مشكلة اوكي واعمل diselect انزل تحت تعالى نعمل نفس الكلام على ده وده والاتنين لقصادهم control ده وده ايه هم ايه اللي عمل لهم mirror هم مش object عشان اعملهم mirror خد بالك انت دلوقتي في polygons operation لو مسكت ال polygon وعملت mirror هيعمل mirror للobject الكبير كله لل editable poly بالكامل انا دلوقتي جوه polygons operation هم مشكلة لا كممكن نعمل حاجة تانية خالص كممكن نسيب الجزء المتني ده والجزء المتني ده لوحديهم وارسم دول لوحديهم فلتو دي وعملهم extrude واخدهم copy براحتي كأنها object مختلفة تماما بس انا دلوقتي بعمل المكتبة دي كلها كobject واحد تمام بشغل ايدي شوية بس في polygons operation وانزل تحت تانية اقدر امسك ده وده والناحية التانية اللي زيهم control ده وده واقول له bridge اه او اوكي نرسم مسك اللي فوق ماليش امسك ده وده راح امسك ده وده اعمل bridge كده وطبعا هتلاقي ان هو هتعمل له twist شوية يبتدي يقلل او زود في twist عشان تزبط الشكل ده انا كده bridge بتاعي اتزبط اقول له اوكي تماما ويعمل diselect diselect ال ايه ال object كله ولا polygons ال polygons لانه جوه لسه عامل look على polygons انا ماسك ال polygons من البيت بتاع اليتابل polygons طيب هل انت محتاج حاجه تاني في اليتابل poly ده ولك لا خلاص ما عندش اي مشكله تاني فيه افل بقيتابل polygons وتعالى نروح نكمل نفتح المكتبة بتاعتنا وهنلاقي اه ممكن نفتح كلان ال spot out يعني ال spot out دي لسه ما تفتحتش هنا وهنا وتحت برضه نفس الكلام فتعالى نيجي مثلا من top view ونيجي في النص كده ونروح نمسك create standard primitives واقول له cylinder وهاجي مثلا اعمل cylinder كده واعمل لها الارتفاع بتاعها ايا كان وااجي في front view واطلعها لفوق اقفل grid لو مدايقك واطلعها لفوق طبعا انا ماسك من ال pivot من نص ال axis واعمل move وافتح ال snap 2.5 واعمل snap على midpoint d وقدر دلوقتي اطلعها لفوق كده واروح في modify ازود height بتاعها شوية عشان تبتدي تختارك الشكل وبعد كده اعمل move مثلا shift و click و drag مثلا هاتها مثلا يمين شوية او لو عايز مقاس ممكن نعمل control v وقول له instance وحرقالي على x مثلا بال absolute مثلا 30 انتر تمام وامسك تاني اللي في النص دي اعمل control v يقول له instance وارجعها move cam negative 30 انتر مش هحتوي كتر من 3 spots دلوقتي وانت بقى زود براحتك طيب تعال كده في perspective نتفرج عليهم نلاقيهم كده طب عايز اخلي cylinder دي تبقى object واحد او لا ابرحتك بس انا هخليهم object واحد اعملها ازاي امسك cylinder منهم وحولها right click convert to editable pulley واروح على attach وعمل attach للشافين التانين دولا في مشكلة طيب خد بالك ده كده object الوحده والثلاثة دولت object الوحدهم طيب الوجيكت ده 3d والوجيكت ده 3d فاندلوقتي عايز اقص ده من الشكل الكبير فتمسك الشكل الكبير وتروح تعمل create مفيش مشكلة تعاليني من الهم copy انا قلت بس ايه يعني اختصر يعني shift و click كده instance او copy مش هتفرق معي ماشي بس كده تعليف ال perspective طيب بعد كده ده object اخد بالك ده object وده object وده object انا عايز اقص ال two objects دولت من الكبير امسك الكبير واروح على create واروح على compound objects وقل له pro boolean واقل له subtraction وروح اختار start picking واختار ال object ده وال object ده في مشكلة؟ طب طبعا ما تنساش الخطوة طيار لي edge faces شايفين اللي حصل هنا؟ عمل distortion للشكل بوز الشكل فتاخد بالك انا اخاف انه يكون فيه faces start ده اللي يخوف ومش صح ان ال faces تشد بالطريقة دي فانا المفروض انزل تحت قل له في ال advanced options no edge removal عشان ما يعمليش الشدة اللي اتعملت دي تمام؟ طيب خلصت اقفل خلصت خلص انت تلقتي خلصت مفروض ان انا عشان اقدر اتحكم في الشكل ده براحتي لو حبيت فبروح ادوس right click وقل له convert and editable عشان يبقى عندي اقدر اتحكم في vertices وال edges وال borders وال polygons وال elements في مشكلة؟ طيب تعال في ال front view اعلا نروح نعمل المكتبة اللي هنا دي ودي حاجة بسيطة جدا تقدر تعملها من اي؟ تقدر مثلا تروح على standard primitives ممكن تعمل مثلا تعمل رف كبوكس ويكون رف واحد او تعمل اللي هو frame فالframe ده ممكن نعمله بالشكل 2D نحن نمسك rectangle مثلا نعمل rectangle كده تمام؟ ونروح على modify ونزبط الابعاد بتاعته مثلا 20 في 80 مثلا كده وطبعا لو هو كان كده مثلا فانعايز اعمله اسنتره معه لتحت هتمسك من هنا عادي من ال pivot point هنا في center الشكل فتفتح ال snap وتمسك من ال x وانت دلوقتي تعمل كونسترين على ال x وتقدر تعمل snap على الميت point اللي تحتها في مشكلة؟ طيب دلوقتي ديفيد كان بقول حاجة حلوية اه outline بعكا d وبعكا sweep طيب sweep هو بيعمل ايه؟ بيحط cross section ويمشي على 2D لو انا هعمل sweep اعمل sweep من هنا على طول single line او path واحد يتحط عليه sweep طيب لو عملتوا بـ outline احط موديفير ايه؟ extrude عشان يملل بينهم ويبتدي يطلعها بإكسترود هعملها ملاشي ديفيد بالطولة الاكسترود طيب لو انا عايز اعمل الشكل ده extrude تلاقي الشكل كله اتملأ صح؟ الشكل كله اتملأ انما انا مش عايز كده انا عايز اعمل له outline افرغ فيه طيب بقى معلش امسح extrude وتعالى في front view ودلوقتي عايز اعمل outline بس لقيت ان الريكتانجل ليه parameters احاوله مش poly convert to double spline لشكله دي لشكله دي خده لك وفرق كويس جدا double spline وافتح من السهم وامسك spline من هنا وقل له outline وقل له مثلا اعمله for بس لأ for كتير ارجع ctrl z واعمل مثلا to enter واقفل ونمسك ونمسك ونحط على extrude وتعالى في الperspective كان نتفرج عليه طب extrude كام يا عام عايزه كام اقول له المكتبة دي مثلا تبقى ممكن تكون نفس البروز بتاع ده فعا كنا عملينها 20 سنتي مثلا بالطريقة دي بس طبعا لا يعني ممكن اقلل 10 مثلا في مشكله طيب تعالى في front view وليلي قد رهي ومرحب وبعدين غير ان تلاقي بس contributions به حسنا ممكن تخلي كوبي من السيلندر اللي انت عملت بيه قد على جنب عشان لو احتجتي تغدي كوبي ثاني وتعمل بيه قد ثاني القد اللي انت عملتها ينفع بس يعني خلينا شوية واحدة واحدة في الانساب البولي طيب احنا متفقين بس مبدئيا كده يا جماعة ان كل ما احنا بنشتغل بتاع عشر دقيق كده بنعمل ايه بنعمل حاجة جميلة او اسمها ايه حاجة جميلة اسمها سيف او سيف ايه صح لازم سيف لازم تسايف شغلك وفايل جديد كل شوية لازم تسايف فايل جديد لو فايل ضرب منك وحدة قال لي ان في فايل عمل كراش معا هي اقول له مع نفسك تمام ودي ايه اكتر حاجة بتخيل الناس تكره هالماكس يبقى اشتغل بروشيكت كله كامل وفايل عمل كراش والفايل راح شكرا لازم تعمل سيف كل شوية انا حتى اعمل سيف دلوقتي عشان فطر الحاجة ما تروحش ماني فيوتو سيف بس باعتميتش عليه لان بيعمل سيفنج الحاجات نقصة طيب تعالوا معا نكمل هعمل بعد كده بتاعت التي في هعملها بنفس الطريقة فهياجي مثلا كريت واعمل ريكتانجل هعملك لتحت بسوية بس عشان انا عايز اوضح حاجة فهعمل مثلا بتاعت التي في فاقول مثلا انها مقاسها سي خمسة وخمسين مثلا في خمسة وسبعين مثلا كده او لا ممكن ثمانين وخمسين مثلا واقدر اعملها موف يمين كده واعمل سناب على الميت بوينت التحت واقدر اعمل موف برضو على الواي واعملها سناب على تقريبا الحتة اللي في النص اللي موسطنى الدنيا بين فوق وتحت عايز تقول لي ديفيد؟ ممكن اعملها بوكس واشيل منه بوكس اصغر منه اعمل له سبتراكشن بالزبط بالزبط كل الاوبشنز عندك اعمل له ترية رايحك بس هتلع على الشكل مزبوط بقى انا هحاول ركتانجل ده رايت كليك كونفيرت تو اديتابل اديتابل سبلاين بعد كده همسك الاسبلاين ده وهروح اقول له اوطلاين هقول له برضو ممكن ثري كده بس المرة دي همسك البرتسيز وامسك البرتسيز اللي برا دي كنترول 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 واروح اعمل ايه فلت مش ينفع كده واعمل كده طيب بعد كده هروح اعمل ايه اكسترود فيبتدي يعمل لي الفريم بتاع الشاشة صح طيب انا دلوقتي بقى عايز اعمل الشاشة التي في تكون بالزبط على قد الفتحة دي عايز اعمل الشاشة ينفع اعملها بالبلاين طبعا ينفع اعملها بالبلاين بس انا دلوقتي عايز اعملها بنفس الابعاد اللي جوه معناه ان انا عايز بتاعة الشكل اللي جوه ده علشان اخدها اعمل بها التي في كنا بنعمل ايه طيب كان فيه اوبشن جميل قوي جوه لما تمسك اللي جوه ده اللي هو الفوت برينت بتاعتي اللي انا عايزها وانزل على ديتاتش بس مش اقول ديتاتش بقى اقول ديتاتش اس كوبي عشان انا مش هطلع ده بره الشكل انا هاخد كوبي منه فاقول ديتاتش اس كوبي خدلي نسخة منه خدلي نسخة من السبلاين دوت عشان اشتغل بها حاجة تانية اقول له اوكي وقف الاكسترود بتاعك وتعالت فرق في البرسبكتف فهتلاقي ان السبلاين اللي انا اخدته مش ظاهر هقولك اه مش ظاهر بس هو راكب راكب عليك فما تيجي تعمل كليك كده يعمل سيلكت على الاكسترود تب دوس كليك تاني يعمل سيلكت على الاكسترود اللي انا اخترته اللي هو هتلاقي لازق من وراه هنا كده ده طيب ده علشان يبقى تيفي اعمل له اكسترود على طول مش اروح اعمل له اوتلاين اعمل له اكسترود بس اعمله طبعا بفاليو ال ولتكن فايل واغير لونه ووسع عشان ايه يفرق يبقى هول طريقة دي فيه مشكلة يبقى اعملته بنفس الحاجة وحتى اقدر امسك الشريحة دي اطلعها اهيه فيه مشكلة طبعا يبقى تلفزيون طيب لما هنجي ناخد الماتيريالز هنشوف ازاي بقدر احط صورة على التيفي وقدر خليها ازاي تنور بالماتيريالز اه طبعا بيبقى موديل اه ياما كده اما بلين زي ما ديفيد كان بيقول اما بلين اهم حاجة يكون فيه موديل احط عليه ماتيريالي اه 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 بيتزبط بالماتيريالز حد عنده سؤال طيب تعالوا في الفرونت فيو ونروح نعمل بردو ريكتانجل تاني عشان اعمل صندرجت عايزة تعمله انا بجرب انا كل ده بجرب انا بحاول اه اه طبعا ممكن تاخدي كوبي طبعا طبعا ممكن اعمل مثلا ريكتانجل بالطريقة دي واعمله سديني لعملها وقدر امسك الشكل ده واروح اعمل اعملو سويب صح طب لما اعملو سويب اختار اني سكشن البار صح بار يا بار يا تيوب اللي هي تيوب دي فانا ممكن اعمل بار صح كده ما هنقلله بقى يعني هتلاقي انا في البرامترز فيه اللينث والويتث دول ممكن ايه ده البروز ده الويتث بتاعها ممكن نقلله شوية عارفين ده ممكن ينفع موديل ايه ممكن يبقى فريم تابلو صح طيب هقولكوا حاجة تعالوا نبص كده فوق هنا ايه المفوض ان هو رف طيب سندرا هقولك حاجة ركزيك يا شايف اللين ده اللين ده بيفرق معانا لما يجي لحط انه هو يبين ان الخشب مقسوم على خمسة واربئين بيبين التجزيعة من هنا والتجزيعة من هنا انما اللي فوق ده مش مقسوم من هنا فيعني شو في الفرق بسيط جدا بس ممكن يفرق معك في الماتيريالز شوية طب بصي بصي معي هنا بصي معي هنا لو انا عايز اوصل النقطة دي بالنقطة دي اعمل قد بس هو ده ده تابل البولي ولا ده اعمل ايه؟ خليه ده تابل البولي واعمل قد صح؟ يبقى انت عندك الاوبشن تتعمل كده برده بس انا بقولك يعني الفرق بين ان احنا ما عملنا سويب اللي حصل يعني بس اه اه اركز اول في الموديل خلص الموديل وبعكها في الماتيريالز اعمل اليدلس اللي انت عايز يعني متركزش قوي غير لم تتخلص كل حاجة اه طيب بتغير كل حاجة اليدلات البولي عندك بيعمل كل حاجة طيب تعال كده من التوب فيو ونبص على الشكل ده هتلاقي ان كل الشكل دوت كان اخره هنا من ورا على الحيطة الا الشكل ده اللي تعمله سويب تريع لبرا شوية عشان تعمله سويب من الاكس طيب عايز اعمله موف ودخله جوه يبقى فلات اعمل موف واعمل كونسترين على الواي ويمسك الشكل ده من فوقه من هنا وبتدي يحركه واعمل سناب على اي نقطة من دول يبقى انت دخلته جوه في مشكلة؟ علشان لما تيجي تعمل حيطة وراهم يبقى كلهم فلات مع بعض تمام؟ طيب قال كده خلصت اليونت نفسها تعالى بعد كده نخش في التربيزة دي التربيزة دي هبتديها ببوكس بسيط جدا 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 هعملها ببوكس الاول كده وهنوعد نلعب فيه بوكس كده بالطريقة دي واللي ارتفاع وتعالى في البرسبكتف وتعالى نروح على ونعمل مثلا التربيزة دي مثلا 70 في 100 والهيط بتاعها مثلا 4 وهشير منها خالص وهعمل ايزوليت علشان اشتغل على التربيزة دي بس ممكن اقدر ازايف شغلي بردو بس الشغل بتاعي مايروحش طيب التربيزة دي عايز اعمل لها زاز يعني عايز افرغ فيها حتة واعمل فيها زاز اعمل انسرت طيب عشان اعمل انسرت لازم الشكل دي يكون ايه ادتابل بولي فهدوس رايت كليك وقول له كونفرتو ادتابل بولي تمام؟ وافتح ال ادتابل بولي وامسك بوليون من البوليجون انسرت طيب همسك الاول بوليجون وبعد كده هروح ادوس انسرت على السيتنجز بتاعت انسرت طيب عايز تعمل انسرت اد ايه كم سنتيه اقول له مثلا تاني او ممكن فايف كتير قوي فايف حلوة تمام؟ طيب هقول له صح اوكي طيب عايز افرغ شوية فيها يعني عايز اعمل انحد فيها شوية فاعمل ايه؟ اكسترود بس بنيجاتيف فاليو صح؟ طيب عايز انزل كم سنتيه؟ هي كلها فور سنتيه فممكن اعملها مثلا 2 سوري نيجاتيف تو في مشكله في كده؟ كتبت نيجاتيف تو يعني ازل اتنين سنتيه لجوه مش يعني عشان يباين عشان يباين بس هيبغالي 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 خد بالك ساعات في الموديل الرياليتي الزايدة عن اللازم في مقاسات الموديل ممكن تخلي الشوط مش حلو فانت ممكن تحتاج يعني انا دلوقتي انما نزلته اتنين شايف ان العمك كويس ان الازاز يبغالي ننصب يعني ننصب يعني ننصب يعني لا لا ممكن هتضطري بصي في الازاز بالزايد كل ما السومك بيزيد كل ما بيديك افكت الازاز اعلى شوية سومك بيقل خلص بيبقى ضعيف شوية بس يعني ما علينا اعملها اصلا اوكي مفيش مشكلة يعني هعملها دلوقتي دلوقتي هيقولك يالله ما هيقولك انت مش تشتني معانا تاني خلاص فهدوس صح انا كده خلصت طيب بعد كده انا عايز اي دلوقتي انا عايز اعمل بوكس او اعمل حاجة 3D هنا تبهي الازاز صح يعني ايه دلوقتي انا فرقت في التربيزة دي اهو فرقت فيها بقت غطسة الجوه صح عايز احط الازاز موديل تاني موديل مفهود يجي يملى الحتة دي اكي انك جبت مياه ودلقته في الحتة دي اتمال المكان ده طيب ممكن بوكس صح بس انا سواني بقى دلوقتي انا عندي مقاس للازاز ده صح طب ايه المقاس للازاز ده شايف الاوتلاين ده مش ده هو المقاس بتاع الازاز بتاعي هل ينفع اعديه لو عديته هيخرم الخشب ولو الاقل منه هيبقى بيلعب جوه التربيزة انا عايز ازايه بالزبط يعني انا محتاج الفوت برينت دي الاوتلاين ده ااخده ازاي او اشتغل عليه ازاي او ااخد نسخة منه او اشتغل عليها ازاي طيب ديتاتش ده كان في الاوبرايشنز بتاع الاسبلايل في ال 2D انما دلوقتي الاوبشن معي اتغير لما باجي اختار من شكل 3D عايز اخدها اشتغل بيها بافتح الاج وبروح امسك الاجس اللي انا عايز اخد لها فوت برينت كده الاربع دول صح اللي جوه وبعد كده كنت بروح ادوس ايه create shape from selection يبقى في الايدياتيب البولي بتعامل في الموضوع دوت من ان احنا بنعمل create shape from selection انما في ال 2D بافتح الاسبلايل ونعمل ديتاتش اسكوبي ثم فهروح اقوله create shape from selection اخليها smooth ولا linear هقوله طبعا linear معناها ان البرتثيل تبقى corner كلها وهروح اقوله خليها اسمه مثلا glass وهقوله اوكي طيب انا كده لسه جوه البيت بتاعي اقفل البيت بتاعي ايدي بالبولي وروح اعمل click اختار الاسبلاين ده الواحده 2D وروح اعمله extrude فيملى ما بين الصور بتاعه يعمل extrude طب ايه ده اعمله الفوق عشان ينزل بالزبط في المكان اللي كان معموله صح؟ ما هو كانوا بيقولي شيء طيب عايز تبين شوية ان هو ازاز عشان خاطر ما تبقاش متضايق ايه معايي click وتعمل ايه؟ طب see through كان اختصرها ايه؟ ليه الاكس راي مود اكس حاجة؟ ALT X بالزبط كده ALT X فالت X يبين لك ان فيه مودل او موجود ولكن هو شفاف فهو كان هو ازاز يعني فيه مشكلة في كده؟ حلوة تعالوا نعمل C اهو بسننا شوية طيب بما ان التروبيزم سننا تعالوا نعمل جناب شوية مثلا لا يعني شور كبيرا طب الاول تعالوا نقسم الرجلين بتاعتها من تحت فانا همسك البوكس ده مثلا وهاجي من تحت عشان اعمل الرجلين بقى فالرجلين دي كان فيه ايه؟ خليه اللي لازم فيه بوليغون هنا بوليغون هنا وبوليغون هنا وبوليغون هنا عشان انزل بهم رجلين طيب فانا هعمل ايه؟ همسك ال اه اج وهمسك مثلا ال اج ده كنترول ال اج ده تمام؟ وفي ال اج اوبريشنز كان فيه حاجة اسمها كونكت فهقول له اعمل لي اتنين انا بقسم البوليغون اللي تحت باجس بس عن طريق ايه ان انا مسكت ال اج ده وال اج ده ورحت عال اوبريشن بتاع كونكت ينفع نعمل تزليت بس انا دلوقتي مش عايز ازود فاسيز عالفودي انا عايز اعمل بس اللي انا عايزه فانا اخليهم تو واوسع المسافة ما بينهم كده فخليها مثلا او لا اقلت لقوي 70 او كمان 65 واقول له صحة كده تمام؟ طيب بعد كده عايز اقسم الناحية التانية طب عشان اقسم الناحية التانية لازم امسك ده وده صح؟ طب تيجي تعمل كونكت مايجب لكش حاجة ليه مايجب لكش حاجة؟ علشان ببساطة لا مش كده ال اج ده لما جي يعمل كونكت بال اج ده لا قدامه ايه؟ لا قدامه في اج تاني و اج تاني دول قاطعين السكته مايميفهاش فبالتالي هقولك لا هم دول اكين نهم بيقولون ايه؟ علشان تقطع با اج ده لازم تمسكنا معاهم لازم تأخدنا معاهم احنا في الطريق فانه همسك ده وده 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 وبقول له كونكت تمام؟ واقم مثلا سيفنتي برساني وبقول له اوكي فكده أسملي اه براكتانج الهينا وهينا على الحرف قبل وهنا وهنا طيب علشان الرجلين على الحرف قوي دلوقتي انا خلصت الاول الشغلة في ال H هروح اعمل ايه عشان اكبر الرجلين دي على ال Polygon وامسك ال Polygon ده Control Polygon ده Control Polygon ده Control Polygon ده بس انت رأيت لنا ان الرجلين دي على الطرف قوي طبع اعمل بقى ايه اعمل انسرت بالزبط اعمل انسرت واشوف value كويسة طبعا ما تحاولش تمشي يعني شايف كده انا كده ماشي غلط يعني ال value كده غلط شايف الشكل اللي بينغمش ده معناه ان كده انت هبوز الدنيا لأ ارجع تاني زبط الموضوع مظبوط كده مظبوطة مثلا خليها 2 او 1 مثلا بالطريقة دي واقول له صح طبعا طيب لما انا عملت انسرت هو عمل انسرت ومسك البوليجونز الجديدة صح فقدر اعمل ايه extrude طبعا بالبوزتف واقول له مثلا انزل دلوقتي 20 سنتي مثلا طيب بعد كده اولوية ممكن اعملها 40 وبعد كده هخليكم نعمل شكل حلو فيها في مشكلة طب في كده طيب دوس صح طيب الرجلين دي بقى انا عايز انعمها يعني عايز انعمها من هنا امسك الرجل دي من هنا وانعمها شوية فانا اقدر اروح على edge وامسك ال edge ده لو لمسك edge واحدة اجرب فيه فامسك ال corner edge ده كده واروح اعمل له ايه شنفر فايه اقدر اخلي مسافة مسلا طو على اتنين سنتي وازود في segment صح فايبقى ايه انا عاملي الجنب صح شايفين بقى اعمل ازاي طب ايه ده طب انا دلوقتي مسك edge واحد طب انا هل ينفع امسك كله مع بعض وقولك اه قبل ما تدوس صح تقدر تروح تعمل control وتختار بقية ال edge اللي معاك control وختار ده هيطبع علي نفس الحاجة control وختار ده كده اخترت outer edge بتاعت كل رجل ممكن اختار اللي فوق كمان control ده عشان تعمل معايا شنفر control ده control ده control ده control ده في مشكلة في كده طبعا لو تلاحظ شوية وعمل لي مشكلة شوية هنا علشان اللي مقودة فانا افضل ان انا مختارش اللي فوق دلوقتي اعملهم ب value اقل بعد كده طيب معلش انا هي اختار ده ده وده وده الاول واعملهم مع نفسهم شنفر ممكن حتى ايه قليل value اخليها واحد ممكن اقلل ال edge دي اخليها مسانة 3 قوله اوكي طيب هرجع اسألك شايفين ال edge دي ليها لازمة ولا ماش لازمة ليه ملاش لازمة عشان هي على فس واحد صح يا فلات الفيس ده كده فلات كله فاضل عمل لها ديليت بس ديليت ازاي بريموف من هنا او بال control ريموف عشان يمسح النقطة لو ماش لازمة هو انت بتمسحهم كده مش بيأثر معاك في الشكل او لك كده بضع كده اثر في الشكل دي اللي اثرت ديلي بوزت الدنيا اا عملت لها من غير control ما بوزتش الدنيا ايه يا صندرة تقول لي ايه اا نشي ماشي نسيب الخمسة واربعين دي طيب تعليل نمسك ال edge ده ونروح نعمل له شنفر طيب هو ال edge ده عمل مشكلة فكان لازم يتشال بعد كده امسك ال edge ده واعمل له شنفر فتلاقي الشنفر طلع مزبوط طبعا فطبعا هتعمل كهة في الجناب كلها لو لقت construction lines دايقتك وخرجت لك الشكل بايز امسحها عشان تعرف تشتغل مزبوط في مشكلة طيب تعالوا نعمل حركة كمان تعالوا نمسك الرجل دي ونمسك ال edge بتاعتها وهقول له امسك ال line ده وامسك كل ال vertical lines فانللواتي عايز امسك كل vertical lines بتاعت الرجل دي بعمل ايه بدوس ايه فاكريين ring و loop لو عملت ring هيختار كل ال edge اللي parallel لين طب هو انت عايز تختار الرجل دي بس ولا بيت ال legs كمان اقول لك اه الهناك كمان فانا اختار control ده control ده اقول له ايه ring كله طيب واعمل connect هعمل two edges بس هقلل المسافة ما بينهم كده عشان اعمل حلية في النص مثلا كده وايه هقول له اوكي بعد كده اروح على polygons وامسك مثلا ال polygons ده وعايز اختار كل ال polygons اللي جنبه بعد بالشفت ما بقاش فيه ring ولا loop فاروح بالشفت واختار كده كليك يختارهم كلهم control ال polygons ده shift اللي جنبه بعد كده هناك control ده shift اللي جنبه بعد كده control ده وshift اللي جنبه فانا كده اخترت كل الداير بتاع الرجلين دي اقدر دلوقتي اروح اعمل لهم ايه extrude بس المرات يعملها باي لوكل نورمل زي ما بتفتكروا ما عملناها في البيت فالعرانيز بتاعت البيت باي لوكل نورمل وطبعا ال value دي كبيرة اقلل 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 وانزل وابقى حذر جدا وانا بقلل علشان الكيرف ده لما يصغر ما يبوزليش الدنيا شايفين كده بوز هيقدر ينزل لحد مسافة معينة مثلا negative 0.5 عشان ما يبوزش الكيرف الكيرف لما يصغر قوي هيبوز الدنيا اقول له صح كده انا كده اخرج بره وانا البيت بقى دوستايع اقلتها بالبولي وتعال انشوف الشكل ده من غير edge faces نلاقيه بالشكل بالطريقة دي خد بالك الترويز دي كلها object 1 مع عدل ازاز فانت ممكن في object 1 تعمل كم التشكيلات ده وممكن تفصل خالص وتاخد outline وتشتغل وتكمل الشكل بobjects تكون يعني مش object 1 يكون group مش object واحد يعني بس احنا كحاجة صعبة ان احنا نشتغل بobject واحد نعم في كل التفاصيل دي مش هتبقي ممكن ممكن تجي في steps انت مش عارفة تكملي فانت ممكن توقفي وتاخد the food print او حاجة تكملي بها تعمليها في object تاني وتلزيون في بعض مسلا يعني يعني كممكن اوصل لحد البوينت دي لحد الترابيزة دي بعد كده اعمل legsل واحدة خالص كobjects دي دي بتعملوا group ده طيب الترابيزة دي هنفترض ان الترابيزة دي كانت متقسمة ال legsل وال top بتاعها والازاز فانا دلوقتي اقدر امسك امسكهم مع بعض كلهم control هو الازاز واعمل group grouped واسميه مثلا table يبقى group table ده جوا كل حقت الترابيزة طيب اعمل ايه unisolated هيجيب لي الشكل اللي ورا تقدر دلوقتي تروح تعمل plane على الارض كده عشان تعملهم ارض وتقدر تروح على modify تشيل وبعد كده ادار تمسك table دي تطلعها فوق الارض شوية عشان هي وقفة فاعمل move واعمل constraint على y وانزل اعمل snap على الريل دي من تحت واطلع لفوق كده اعمل snap على الارض كده وقفها على الارض واعمل في الperspective بلايه الترابيزة كده طيب طبعا اليونت دي ممكن برضو حتى لو انت جيت في front view حبيت ترفعها شوية او تصنطرها حتى مع الترابيزة طبعا اصنطر كله مع بعضه بقى وامسك اللي فوق كمان وعمل move وايه اصنطرها مع الترابيزة الطريقة دي ممكن برضو تطلعها الفوق شوية من غير snap بقى كده طيب طبعا عشان بس ايه ملغبطش نفسي ممكن امسك هبصوا التيفي ما تحركش مع ايه فانها ايه مضطر اعمل حاجه مضطر اعمل حاجه مضطر اعمسك البوكس ده والشلف دي والفرين بتاع التيفي والتي في نفسه والشلف اللي فوق واعملهم ايه group group او مثلا تيفي يونت اقول اوكي بعد كده اجي في front view واعمل move واهركهم واعمل snap على الميت بوينت بتاع الترابيزة بالشكل ده وادر اشوفها كده عندي طب اعمل لها حيطة فممكن ايجي اعمل لها بوكس واجي من top view مثلا ومش لازم اعمل snap دلوقتي اعمل كده بوكس بتاعي واطلق على الفوق شوية وروح على modify سمك الحيطة دي 25 وارتفاعها مثلا هيكون 300 اللي هو ثلاثة متر اه لا استنى كده سوري ده كده العرض بعد كده الهيط هو اللي هعمله بتلطة ومية فهدلوقتي تقدر 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 تعمل snap طبعا تعمل move وتعمل constraint على ال y وبعكاة تيجي تعمل snap من هنا وتمسك من هنا مثلا يعمل لك علامة الكروس بتعمل click و drag لتحت لحد ما تعمل snap على اي نقطة في الضهر بتاع التيفيونت دي. طيب بتاعكده في ال perspective نشوف ايه الشكل عامل ازاي. اي عامل كده. بطبعا تقدر بعد كده تقدر بعد كده تعمل بدل edge faces من هنا تنزل تنزل على stylized وتعملي مثلا graphite مثلا. اي عام بسلا ان ايه. اي انا اكرل خبيه انت مثلا. طبعا اي حاجات فقع اي ايوان. بس المسلا. يعني تعملي style كده. وتعملي طبعا screenshot حاجة جميلة وتعمل safe طبعا لشغلك. هنكمل في الموديفيرز هناخد شوية حاجات جديدة كده بره الى الايداتك والبولي شوية عشان نرايا دماغنا شوية من التفكير اللي احنا قمنا نفكر فيه. هناخد دلوقتي حاجة اسمها نويز موديفاير. وكلمة نويز موديفاير معناها من كلمة نويز معناها ازعاج. فايه يعني ايه نويز موديفاير دي. عشان قدر اطبق نويز موديفاير دي لازم احط شكل عندي زي بلين. من كريات جومتري بلين. وهعمل البلين بالشكل ده. طيب. بعد كده هروح على موديفاير. وهروح هزود السيجمينتز. هعملها مثلا تلاتين. ممكن اشغل. واعملها تلاتين كمان. ممكن اكتر. ممكن خمسين وخمسين. فانا كده هزودت الشبكة بتاعت الشكل ده. طيب. هروح بعد كده احط موديفاير اسمه نويز. طبعا هفتح الموديفاير لست من الليستاك هنا. هفتح موديفاير لست واكتب نويز. انه طبعا يبتدي يجيبها لك. نويز. طيب في النايز. كل اللي انا محتاجه دلوقتي ان انت تركز الاول على السترينث. طيب. السترينث بتاع النايز ده هو اللي بيضغط الفيسز لفوق او لتحت او اليمين او الشمال على حسب الاكسيز. لو انا كنت عايز اضغط الشكل ده او اخلي فيه كاتكاتها الفوق او اخليه يبص الفوق. كنت بزوات في الزد فقولوا بس ان في السترينث بتاعك اعمل على الزد التاب. انتر. طب اه توينتي انتر. هتحس ان هو يبتدي يميل معاك صح? طيب. بعد ما عملت كده تعال اروح على كلمة 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 بقى ان دلوقتي اشتغلت على الاول وبعد كده بروح اشتغل على السترينث. تعال اقل السترينث شوية. ولاحظ وانا بعمل انا طبعا بجي هنا على السهمين وعمل كليك ودرائك. لاحظ اللي بيحصل. اللي بيحصل. الموجة بتزيد صح? طيب. العشرين دي بالنسبة لي ايه? الارتفاع بتاع الموجة دي. طيب ما تيجي نقليله شوية انا اعمله التاني مسلا. مسلا طب في السترينث في الايكس والواي. هل ازوده مو لا اتعال نعمل كده في الايكس. فتلاقيه اللي بيحصل. انا اصلا فايف. انتر. فتلاقيه بيشد الشكل ايه? حبة كده وحبة كده. حبة كده وحبة كده. بيشده في اتجاه الايكس. فلما زود كده تحس بيها شوية. كده. طب في الواي لما تيجي تشد كده هتلاقيه بيشد النحيات تانية. تمام? بس انا عادة اشتغل على الزت. طيب. هبتدي اقلل في الاسكيل ده. كل ما بقلل كل ما. كل ما بقلل كل ما. الوايفز بتزيد وكل ما بزود كل ما الوايفز بتوسع. فانا اعمال بزود. عمل بزود واحدة واحدة. وبزود واحدة واحدة. بزود واحدة واحدة. لحد ما ايه ما يبانش خالص. انما كده انا بقلل. بزود العدد بتاع الوايفز. طيب. هو الشكل ده. ممكن يبقى ايه عندك. يعني ممكن تعمل بايه? ايه? منديل مفرش كوفيرت. ايه اهم حاجة بالنسبة لي. المية. المية اهم حاجة عندي للشكل ده. طيب. تعال اقلل الاسكيل شوية كده. شوية كده. شوية كده. كل ما بقلل الاسكيل. بتلاحظوا ايه في الشكل غير ان الموجة بتزيد. ايه اللي بيحصل? بيكسر صح? طب ليه بيتكسر كده? ببساطة علشان الكونستركشن بوليجونز اللي بتكون الشكل قليلة عليه. انما لو زودت في الاسكيل كده فاقول لك اه لأ كده الفيسز حلوة. يعني عددها كويس انها تكون الشكل ده. انما لما قال الاسكيل هيقول لي لأ اخد بالك التقسيمة اللي انت كنت تعملها في البلين مش كافية انها تنعم الشكل. فمحتاج انزل على البلين وازود شوية تاني في اللينث سيجمينس والويتس سيجمينس. مسلا اقول ايه? هاندرد وهاندرد انتر. فتحس انها هي اتنعمت شوية صح? عشان همزود بس المزود في النويز بتاعت الزد. طبعا الموجة ممكن تكون الارتفاع بتاعها خمسة مثلا كده. بتبقى شوية وقعية. طبعا الاسكيل ممكن ازوده شوية عن كده عشان الدنيا تبقى وقعية اكتر. فيبقى كده. عايز طبعا تشيل اجت فيسز وتفرج على شكل الموجة دي او البسين او البحر ده. فتشوفوا بالشكل ده. ودي طريقة اللي لازم هنعملها في البول او في اي حاجة فيها مياه. يفضل يكون بلين. ليه يفضل يكون بلين? لان انت بتعملي الوش النهائي بتاع المياه بس. انما لو عملتله سمكة هيعمل معانا مشكلة في اللايت وفي الايفكت بتاع المياه. انت عندك مثلا مدور. ثم اعمله شكل وعمله بقى. طيب. المهم عندي انه يكون ورقته دي. مش مهم بلين. فتعمل مثلا انه دي الشكل وقوم حطي ورقته بدي دي جوة. بالزبط كده. البلين هو ريكتانجل صح? في الاخر هو ريكتانجل. يعني في البلين هنا ليه لينثو ويث. انه ممكن يبقى حاجة دائرية او ايا كان. ممكن يكون شكل دائري وعمله اكسترود بس اكسترود بمسافة زيرو. ويكون ويكون متقسم سيجمينتز كتير. سيرفستو دي. بالزبط كده. لا يفعل انت تعمل بالماتيريالز بس الماتيريالز بتاخد وقت كبير قوي. لكن انا لما باجي اعمل دي وقوله افهم ان دي مياه. خلاص كنا. انما بيحط لها بيحط لها لون. اولا بيحط لها لون. بيحط لها رفلكشن. بيحط لها رفلكشن. فيديكي افكتة طعمية مزبوط من 100%. وفي الرندر سريع. في الماتيريالز في حاجة اسمها ويفلينز. بنلعب في الوافلينز. ان احنا بنخلي ان فيه ويبز. بس هو عشان يحسبها مع الماتيريالز ياخد وقت كبير قوي في الرندر. لكن لو هي مغلي. لأ هي كبتبقى تو دي فلات. وانت في الماتيريالز هتقلب سريع دي. يعني ماتيريالز هايفها من فيه بومبنج وفيه حاجة طلعة ونزلة. فبياخد وقت كبير قوي عشان يحسبها. لكن لو هي موديل عندي جهزة كده وانا جزت هتطلع وتروق. دي شفافة. وانا الرفلكشن والرفلكشن بتاعت المية خلاص كده بقت مية فاش اي مشكلة. تمام? طيب. اه اي اوبشن جميل قوي ان انت ممكن تعمل مسلا ايه? انيميت نويز مسلا من هنا. وتعمل فاكرين البلاي بتعمل بلاي كده بقى. اللي يعني بقى ايه? وما بتتحرك يعني. تمام? اللي يعني بقى ايه? ممكن تزود شوية السكيل بتبقى كده وتعمل بلاي بردان. مسلا. اوكي? طبعا عايز توقف اشيل البلاي من هنا واشيل انيميت نويز خلاص كده. طيب. تعالوا نتكلم على الاكس والواي في الشرم. لو انا عملت في الاكس مثلا 10 انتر. وعملت في الاكس تن انتر. لو تلاحظوا ان القماشة دي او الورقة دي لما تيجي حتى من طب جأت لها ايه? ابتدت تتعرق معايا من الجناب. ما بحبنيش اشتغل بالاكس والى ايه لان انا دلوقتي لو عندي بول مثلا وليافكم كان تلكجنجل. هلاقي من الجناب ان في حداة فاضية. فانا محبش كده. بالضبط بقى تكفرتها, طيب. انا حاجة بسيطة جدا. تمام؟ ده بالنسبة للنويز موديفاير. طيب بعد كده هروح اعمل بوكس عشان ناخد موديفاير جديد وهقفل السناب مش عايز السناب تلوقتي واروح على موديفاير وهروح ازود في بتاعته شوية وهروح احط موديفاير على البوكس ده اسمه تيبر تيبر موديفاير وهقول طيب اما تيجي تحط تيبر موديفاير هيزهر لك البرامتر بتاعته فتيجي تعلي في الاماونت من هنا فتليه بيعمل ايه من فوقه بيكبر ويزهر صح؟ زي فاكرين كنا بنعملها من من ايه؟ من اوتلاين في ال طيب بعد كده في حاجة عندي اوبشن تاني اضافي في بيفل بس بيفل كنت بتعمل اكسترود واوتلاين مع بعض اه بعد كده عندي كيرف اقدر اتحكم في الكيرف سواء يبقى منبعج الشكل ده لبرا او لجوه بالطريقة دي فطبالك دي ممكن تبقى مثلا ريج لك انا ببرا من تحت مساء مساء نيع ممكن تبقى كده طيب بعد كده تعالوا نتكلم على التابر من هنا لو انا فتحت السهم ده هلاقي في جزمه جزمه دي اللي هو تأثير التابر على الشكل فبما امسك الجزمه ده واجي اطلعه الفوق شايفين الرسمة اللي معمولة بالاصفر دي ده شكل التابر لو كان الجزمه ما كانه بس كل ما بسحبه لفوق كل ما اللي بيحصل بيأثر على الشكل بيعمل لي اكله امتداد للشكل ده طب انزل لتحت كده يرجع لي الشكل تاني طب انزل كده لتحت بيعمل لي الشكل ده امتداد لفوق وكزان لو انت حابب تغير شوية في التأثير بتاعك انما انا هرجع تاني احطه في مكانه الاصلي طيب هل كان ممكن ان انا قدني الشكل ده في التجاه او التجاهين بس اقولك اه ممكن مثلا اعملها ايه ناحية الاكس طيب بوز الدنيا خالص طب ناحية الزد بردو الدنيا بايزة طب وي حس ان فيه تستورش طب زد طب ان اعملها في ال اكس زد بردو بايزة حس ان انت شوية محتاج ان انت هتكون مزبط الاكسيس بتاعتك ممكن تعمل سيمتري تخلي فيه سيمتري ها 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 يعني مثلا انا عملت هنا في الزد في البرايمري وفي الاكس الافكت في الاكس بس فبالتالي شال الكيرف اللي كان موجود في الواي وفي الزد يعني خليها بس ناحية لو عايزة احطه على حيطة ممكن يخليه في الواي بس ناحية التانية ما يرتب المستقبل ايه ، ايه سؤال ممكن يبقى ترابيزة ممكن يبقى حاجة تتسند على الحيطة ابتالي انما لما كان في الاكس و الواي كان كل النواحي واخد الكيرف ده تمام يعني طيب بعد كده عندي فيه ابر لمت ولاور لمت لو انا عملت الليمت فامبل اقليه شوية شايفين كل ما باعلى فيه مربع اصفر بيطلع معيه هذا الأفكت معاك من فوق الى حد فين مثلا هنا وبعكه الشكل يرجع طبيعي تاني البوكس ومن تحت اللور لمت اللي هو ده اللي هو الشكل بتاعي كان طبيعي بعد كده التيبر ابتدى يأثر عليه من بداية هنا الحد الحد دي ابتدى يقطع الى افكت بتاعه ابتدى مرة فيها لحد ما تزبط الشكل لو انت عايز تعمل شكل معين بالتيبر يعني تقدر تستفيد منه تمام طيب بعد كده هناخد اخر موديفاير اللي هو اسمه Symmetry طيب تعال نعمل تيبوت عشان تيبوت اكتر حاجة بداعب نشرح عليها السيمتري دي طيب همسك التيبوت ده وهروح اعمل موديفاير وهقول له Symmetry 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 يعتبر زي Mirror هفتح السيمتري وامسك الميرور امسك المراية وامسك المراية دي كده من الانت دلوقتي علمت عليها خلاص اعمل Move وروح احركها ناحية الاكسا مثلا كده شوية اختفت ايه ده؟ يبقى انا كده عدت الشكل ارجع تاني الورد كده كده دي المراية الشكل ده لما تحطت عليه المراية تقلب الناحية التانية بنفس المسافة صح؟ ميرور كده لما اقرب كده اخش في بعض الاشكال ارجع كده اعكس بقى انت كده دخلت الشكل جوه المراية مش هينفع لازم تخليه قدام المراية عشان يعكس الناحية التانية ونفس الكلام اقدر اطلعه الفوق في كده طبعا نفس المراية نفس البلين مش هتأثر لكن لو لفيت كده تدي يلف معك يعمل ميرور للشكل تمام؟ طيب الميرور بالنسبة لي خد بالك اخف من انت تعمل كوبي للشكل ده وتلفه ميرور يعني انت لو مسكت التيب وده وعملت له كوبي ولفيته يبقى حسب عنده 2 اوبجيكت لكن كده هو حسب اوبجيكت واحد بدليل ان انت ما تعمل دي سيلكتا كده يجي تروح تعمل سيلكتا هو اوبجيكت واحد ولكن اوبجيكت متطبق عليه سيمتري فسيمتري بيعمل ايه؟ بياخد الشكل ده كوبي الناحية التانية لكنه مش اخوبة لا ده هو مش هقولك انستنس والاتنين اخوات لا ده هم الاتنين اوبجيكت واحد اصلا ممكن طبعا ممكن تعمليه نص المكتبة وتعملها سيمتري الناحية التانية طيب ميزة من مزايا السيمتري ان لو انت عندك الميرور دي مثلا جاية حطيتها هنا مثلا كده انت عايز تعمل الشكل ده مثلا كده في عندك حاجة اسمها ايه؟ ويلد سيم ويلد سيم دي بتعمل ايه؟ بيقولك انا دخلتلك الشكلين جوه بعض بس المفروض ان انا اعملهم لك تريم واشيل الاجزاء الزيادة اللي من الابجيكت ده دخلت جوه ده والاجزاء الزيادة اللي دخلت من الابجيكت ده جوه الابجيكت ده فدلوقتي يقفل من هنا السيمتري وتعالى نروح نحاول الشكل ده convert to editable poly وتعالى نمسك من البوليجونز نمسك الفيسيس دي مثلا كده ونعملها دي فتلاقي ايه؟ ان من جوه فو دي تعالى حتى نعمل ايه؟ دي اكس مود مثلا كده تلاقي من جوه فو دي صح؟ هو مش هنا كان المفروض ان التيبوت ده لما دخل فده وده لما دخل فده ده كان ليه باقي جوه ده وده كان ليه باقي جوه ده قالك لا انت لما بتعمل هرجع تاني؟ لما بتعمل ويلد سيم كده بيلحم الاجزاء الخارجية ديت وبيقطع الباقي اللي هو بيعمله تريم تمام؟ ده في السامتر بس اللي بيعمل الحركة دي في مشكلة في كده؟ دي ممكن تعمل بها كنبة ممكن تعمل بها زي التيفي تعمل بها اي حاجة انت عايزة في التيفي هستفيد ان انا دخلتهم في بعض هستفيد ان انا دخلتهم في بعض ان ما بقاش فيه بوليجونز وفرتسيز وإدجز زيادة جوه مش مستخدمين طيب مثلا في التيفي هنجي من رسمة بتاعت التيفي ده مثلا انا عملت النص ده لع الشمال ده ورحت عملت سيمتري يتقلب الناحية التانية فطبعا ممكن اجيب المراية في النص بالزبط هنا بيبقى ماسك النص على الشمال زي النص العلمين ولازقين في بعض لما عمل ولد يلحمهم في بعض وخلص تمام؟ طيب احنا خلصنا كده نتكلم شوية على التاسكس طيب التاسكس اللي ورايلك دي مش لازم تلتزم بيها انما مثلا اول صورة دي لازم هتعملها لان احنا خدناها فانت لازم هتعملها وهتنزلها ها؟ طيب حاجة زي كده احاول ممكن تجرب تعمل حاجة زي كده مثلا شب يعني حاجة مش شرط يكون حاجة تمام؟ كورسي زي ده بقى افكر كده ايه يعني براحتك 2D و 3D احنا بنبني على اللفات مش بنوقف اللفات مش بننسى اللفات وبناخد جيد وخلاص احنا بنبني على اللفات حتى احنا نهاردة اشتغلنا حاجات بال2D برضو طيب اوضه زي دي فكر بقى تعمل اوضه زي على فكرة موضوع سهل جدا الى بعد ما تتخيل انت لو فكرت انت لو فكرت في كل حاجة الوحدات ايه سهل يعني اليونكس دي سهل ولا سهل صح؟ طب دي سهل طب دي الدلاب سهل ولا مش سهل سهل جدا الكورسي ريخل ماشي معك اعمل الكورسي اللي انت عايز اعمل الكورسي اللي انت عايز الكورسي بس ولا صعب شوية لكن بيتي الحاجات سهلة جدا 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 ولو تقدر تعمل القوضة دي كمان وقفلها علشان نبقى بعد كان نعملها رندر فتبقى حاجة بين الحاجات الجهزة اللي نشتغل عليها في اللايت والرندر طيب حاجة زي كده مثلا نفس الكلام بس زاد عليها بيت النور ده بس كده اللي مقابل دخلها معك طبعا هتشوف بقى هترسمها من طوب فيو تعمل اكسترود ولا هتعمل ايه بالضبط مثلا ااا تي في يونت زي كده هتقعد طبعا طبعا انتفقنا هتقعد تعمل اناليسيز للشكل الاول وتشوف هتبتدي بايه وتسيب ايه يعني وتشتغل واحدة واحدة لأ طبعا حاجة زي كده حاجة زي كده برضو مش صعبة التكيف على طبعا لأ ماكيش ده بالتكيف الليه ده عابل تيفيونت تكيف هتعرف تعملها بميلو لأ هو مبدأين دي صورة لان واضح ان في الكابلات الكهرباء كتير فدي صورة مش حاجة سريدي موضع تعمل تعمل سريدي اه 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 فيه معمول سريدي كتير لما نيجي ناخد هتشوف حاجات معقدة جدا ناس عاملها طيب حاجة زي كده سهل ده برضو سيقم الماتيريال ليه ده عابل موضل بس ده مثلا برضو جميل حاجة زي كده برضو بقا هنعمل برضو ده ده جميل وسهل حاجة زي كده بصوا حاجة يعني فيها تشكيلات شوية راندم ومديها شكل حلو فيها حاجة زي كده ده ان الحاجات ده صراحة الحلوة اللي انا بحب يعني الناس توقع التفكر زي تعمل موضل للحاجات دي وتركب الحاجات دي ازاي على بعضها حاجة زي كده برضو سهلة مش صعبة وفي اصفوتات برضو من فوق ونازلة لفة كده ولفة كده برضو تاني منت زي كده فيه منت زي كده فيه زي دي ممكن لو عندك حاجة صور تانية ماشي انا بس بقلب ايه موريك والحاجة انا بس بقلب ايه موريك والحاجة اه بزا بتعمل مكتبة انا حطيت الصور دي على اساس لو انتو مش عارفين دي جيبوا صور اللي عايزي يفتح الانترنت ويجيب اي حاجة براحتكو خالص بك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة